موسيقى مشاهدين السلام عليكم وأهلا بكم إلى برنامج حديث خاص يسعدنا أن يكون ضيفنا اليوم السيد يوسف شاهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية التونسية أهلا بك سيد الرئيس في اليوم الأول لمنتدى الاستثمار تونس 2020 هل تشعرون أن قدر من أهدافكم تحقق؟ الهدف من هذا المنتدى هو أولا عودة تونس إلى كوجهة استثمارية كبرى في العالم تونس تبقى عندها قدرة نفسية كبرى عندها موقع استراتيجي معناها جيد بقرابتها إلى أوروبا وانفتاحها على القرى الأفريقية فحبنا نعطيه رسالة اليوم أن تونس بعد ما حققته من انتقال ديمقراطي وانتقال سياسي وليوم تونس بلد ديمقراطي بأتم معنى الكلمة تونس تسعى اليوم إلى الانتقال الاقتصادي وتحقيق نسب نمو مرتفعة فهذه الرسالة أثبتنا أنه وهذه الرسالة تجاوبة معها المجتمع الدولي بحضور قوية اليوم في تونس من صانع القرار السياسي في العالم كانوا متواجدين اليوم في تونس ليثبتوا إيمانهم بالتجربة التونسية الفريدة وأيضا المستثمرين كبار أيضا جاءوا وتعهدوا باستثمارات كبرى في تونس فهذا هو الهدف بالنسبة لينا ليست فقط مسألة أرقام أو معناها مستوى الاستثمارات هي أيضا عودة تونس إلى السحة الدولية لكن هذا ما سيطالب به التونسيون الأرقام والمشاريع التي ستنجز هل أنتم متفائلون على هذا المستوى؟ نحن متفائلين لأنه اليوم شفنا معناها إعلانات كبرى من معناها مسؤولين ومستثمرين وصناديق استثمارية جدية في العالم واليوم فعلا تبقى مسألة المتابعة مهمة حتى يشعر المواطن التونسي بحيز الواقع بهذه الإعلانات وإحنا دورنا اليوم سيكون متابعة هذه الاستثمارات وتفعيلها في الواقع وهذا مهم جدا ولكن نأكد على الرسالة السياسية اليوم التي تعطيت من تونس للعالم أكثر من سبعين دولة شاركت ودعمت تونس وهذا مهم جدا ما عنوان هذه الرسالة؟ هي التجربة الفريدة من نوحة اللي وقعت في تونس وقعت ثورة في تونس ووقعت تغيير عميق اللي صار في تونس وعدينا خمسة سنوات الانتقال الديمقراطي في بناء ديمقراطية بمؤسسات منتخبة ببناء حرية صحافة حرية أعلام اليوم تونس فيها انتخابات حرة ونزيها وأعلام شفاء أعلام حر وهناك محكمة دستورية بصداد الإنجاز هناك مجلس أعلى القضاء كل المقاومات الديمقراطية موجودة في تونس وهذاك عليش جاءوا اليوم المستثمرين بقوة وهذاك عليش العالم اليوم حية هذه التجربة وهذاك عليش أكدت على رسالة سياسية وأيضا المستثمرين لأنهم عندهم ثيق في استثماراتهم في هذه البلاد التي تبقى وجهة استثمارية كبرى تونس تحتضن أكثر من 3500 شركة أجنبية سنأتي لذلك سيد يوسف الشهد ولكن على ذكر الثقة عقد منتدى شبيه منتدى الاستثمار في تونس أيضا عام 2014 ولكن وصف في نظر الخبراء والمراقبين بأنه كان مخيب للأمال للأسف منتدى هذه السنة بماذا يختلف؟ منتدى هذا مختلف تماما أولا وقع الاعداد لهذا المؤتمر تقريب منذ أكثر من سنة ونصف وحي الحكومة السابقة التي أيضا اشتغلت على هذا المؤتمر وقع الاعداد بجدية وكان هناك معناها تفاعل إيجابي وفي الأثناء تونس قدمت أشوات أخرى في مستوى الانتقال الديمقراطي يعني في 2014 قمنا بانتخابات حياها العالم وفي 2014 أيضا صدقنا على الدستور التونسي الذي أيضا دستور معناه يكفل الحريات ويكفل الأقليات إلى خيره فهذا الكله انضاف إلى الرصيد التونسي من التجربة الديمقراطية واليوم استكملنا أيضا معناه هذا المسار فاليوم مستوى الحضور مستوى التنثيلية متع للدول شفنا أمير قطر وزير الأول فرنسي وزير الأول الجزائري والعديد من الشخصيات الوطنية في جانب الاستثمار أيضا كان هناك شركات كبرى وصندوق استثمارية كبرى وتعهدوا على مشاريع وقعية ليست أعلانة فقط يعني وقع انضاء مذكرات تفاهم ووقع أيضا الاتفاق على مشاريع قدمتها الحكومة التونسية قدمنا أكثر من مئة مشروع يعني للتمويل وكان هناك حضور كبير تلقينا أكثر من 8000 طلب مشاركة في هذه الندوة ولم للأسف لم نقدر نستجيب لكل هذه الطلبات وهذا يأكد مرة أخرى كما قلت على أنه من ناحية أيضا الاقتصادية تونس معناها عند قدرة تنفسية كبرى كدولة تونس من أكبر الدول في أفريقيا قدرة تنفسية وهذا ما زال موجود وسيقع تدعيمه أيضا في المستقبل لو أتينا إلى التفاصيل وهي مهمة في مثل هذه المناسبة مئات من الشركات الأجنبية غادرت تونس في السنوات الأخيرة كيف ستقنعونها بالعودة إلى تونس هي هذه أنا كنت سميته كلفة الانتقال الديمقراطي هناك كلفة يعني انتقلنا من وضع إلى وضع آخر كما قلت وقمنا ببناء كل مقاومات الديمقراطية في الخمسة سنوات الأخيرة وهذا عنده كلفة ومن الكلفة متاعه هو مغادرت بعض الشركات لتونس لأنه عشنا فترات صعبة في الانتقال الديمقراطي ولكن اليوم بفضل التوافق بفضل الحوار تونس فازت بجهزة نوبل للسلام في 2015 لأنها حققت توافق سياسي ربما فريد من نوعه فهذا يلكله اليوم غير الواقع في تونس وهذا هو من شأنه أنه يجلب المستثمرين وحضور المستثمرين اليوم هو دليل على أن المستثمر أيضا يحب على مناخ في حرية مناخ في ديمقراطية في عدالة مستقلة وأيضا يريد مناخ من الهدوء يعني ليس سرا أن نقول أن تونس تشهد باستمرار اقترابات سواء في شكل اعتصامات أو احتجاجات أو غيره إذا أضفنا إلى ذلك مشكلة البيروقراطية وبطء الإجراءات الإدارية التي لم تتغير كثيرا مقارنة مع ما كان عليه الحال في النظام السابق هل قمتم بأي خطوات عملية على هذا المستثمر؟ أحنا يعني حقومة الوحدة الوطنية التي أتت إلى السلطة منذ ثلاثة أشهر فقط انطلقنا مباشرة في الإصلاح في عملية إصلاح وقدمنا مثلا مشروع قانون دفع النمو الاقتصادي فيه تسهيلات إجرائية وتجاوز كل التعطيلات الإدارية بالنسبة للمستثمرين والمستثمرين الأجانب والاستثمار العمومي حبينا نسهلوله بمخاطب وحيد يكون للمستثمر حتى يتشجع على الاستثمار أيضا صدقنا مجلس النوب الشعب في تونس صادق على مجلة استثمار جديدة منذ تقريب شهر من الآن وأيضا سنصدر نصوص تطبيقية في ظرف أسبوعين هناك أيضا قانون شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص هذا قانون جديد في تونس فيه فرص كبرى فنحن نشتغل على تحسين مناخ الاستثمار أيضا إصلاح الإدارة سيكون من الملفات الكبرى التي سننطلق فيها في 2017 مقاومة الفساد أيضا عبر إصلاح الإدارة وإصلاح الحوكمة وإرساء حوكمة رشيدة فكل هذه الإصلاحات حكومة الوحدة الوطنية انطلقت معناها في هذا الظرف القصير من الزمن ومطالبين بإصلاحات أخرى حتى نحسن مناخ الاستثمار وبطريقة نهائية نقضي على كل ما من شأنه عنه في هذا السياق تحديدا تونس تراجعت كثيرا على مؤشر الشفافية العالمي وربما من مظاهر هذا التراجع تفشي الفساد بشكل جليل هناك من يتهمكم بأنكم لا تفعلون ما يكفي لمحاربة الفساد رغم أنكم في بدايات توليكم هذه المسؤولية الثقيلة كيف تردون على هذه الاتهامات؟ ويعني مقاومة الفساد أحنا أولا هي من أولويات هذه الحكومة وأنا كنت أعلنته في أول يوم في منح الثقة في مجلسنا بالشعب ومقاومة الفساد أولا تتطلب وقت ولكن تتطلب عزيمة والعزيمة موجودة أحنا انطلقنا في تحسين المنظومة التشريعية لأن مقاومة الفساد تتطلب ترسانة تشريعية وتعادت أنا بقوانين قبل موافع هذه السنة من نوع تصريح على المكاسب لمسؤول الكبار مسؤول الدولة بالنوع الإثراء الغير مشروع يعني ترسانة قانونية ستيسر عمل الحكومة في مقاومة الفساد ولكن معناها أيضا هناك هيئة في تونس هل تدركون صعوبة هذه المهمة؟ شوف هو كل حتى شيء ما يجي بالسهل احنا نقوله في تونس وكله صعيب ولكن احنا عزيمة وتحدون إرادة قوية لتجاوز هذه الصعوبات وفعلا مقاومة الفساد هي عملية صعبة ولكن بالإرادة كل شيء ممكن نمر إلى مشروع الموازنة وهو الحديث اليومي لكل التونسين سواء طبقة سياسية وعموم المواطنين التونسيين تم الترفيع في ميزانيات رئاسة عفوا قبل ذلك مشروع الموازنة ترى المعارضة أنه ربما معارضة شديدة تأتيكم من اتحاد الشغل ومنظمة أرباب العمل وحتى من أصحاب المهن الحرة بينما يشترد صندوق النقد الدولي تطبيق هذه الإصلاحات ماذا ستفعلون إذا لم يصوت مجلس النواب على هذا المشروع؟ وأحنا أولا قمنا مرة أخرى حكومة الوحدة الوطنية كانت حكومة شجاعة لأن في ظرف قصير انطلقنا وصرحنا أولا الشعب التونسي وانا كنا متمسكين بمبدأ مسارحة الشعب التونسي صرحنا الشعب حقيقة الأوضاع وحقيقة الأرقام وقلنا أننا سننطلق في الإصلاحات وهذه الحكومة أتت للقيام بهذه الإصلاحات وكل الإصلاحات فيها كلفة وكل الإصلاحات صعبة وما تكونش بالسهل يعني فهذه معنا قمنا بإصلاحات في العدالة الجبائية في المالية العمومية وبتباك حال كل إصلاح يمكن يواجهوا نوع من الرفض ولكن احنا تونس عنا ثقافة الحوار وثقافة التوافق فاليوم بالرغم من هذا الكل احنا عندي ثقة تامة أنه سنلتجأ إلى حل في النهاية مع اتحاد الشغل ومع المهنة القرى في هذه الفترة القصيرة جدا هل تعتقد أنكم ستتوصلون إلى حل وسط؟ يعني احنا متفاقنين احنا مبدأ الإصلاح لن نتراجع عليه لأنه احنا قمنا به لفائدة تونس ولفائدة الشعب التونسي ولفائدة هذه البلاد لدينا كنا نجم نختاره طريق أخرى طريق سهلة يعني نترك الأمور كما هي ولكن احنا قلنا لا هذا ليس خيارنا خيارنا كان معناها فتح الملفات هذه الصعبة والمعقدة وانطلقنا فيها مباشرة وكنا متوقعين أنه فما مناء الضغوطات وفما يعني رفض للإصلاح ورفض للتغيير هذا ما متوقع يعني وانا كنت منذ الخطاب الأول أكد أنه سيكون هناك يعني ولكن متقنين لأن اليوم عنا اتحاد العام تونسي للشغل هو دعم لهذه الحكومة وأكد أكثر من مرة دعم لهذه الحكومة واحنا في تواصل معه وفي تشاور وإن شاء الله في الأيام القادمة نتوصل إلى حل يرضي الجميع لكن إلى جانب هذه اللغة هو يستعمل أيضا لغة التلويح بإضراب عام ماذا ستفعلون؟ الإضراب حق دستوري في تونس مكفل والدستور وهذه مرة أخرى نعيش في بلد ديمقراطية ديمقراطية الكل فيها ماناها إضرابات نحن نحترم حق بإضراب ولكن مرة أخرى أكد أنه مديني دينا للتشار والحوار وسيكون هناك ممكن حوارات أخرى وجلسات حوار للتوصل ما الذي تقترحونه كحلول وسط؟ يعني أحنا كنا اقترحنا على اتحاد شغل كان هناك الاقتراح الأول هو إرجاء الزيادات إلى 2019 ثم بالحوار والنقاش شرقنا بعض الحلول اقترحنا معناها إرجاء إلى 19 وزيادات هذه يمكن معناها يقع تذكير بها في 2018 المهم سلة من الحلول أيضا لأنه هناك مثل مشروط الأجور في تونس نحن نحاول أن الحوار الاجتماعي يكون سليم والمناخ الاجتماعي فحاولنا أيضا أنه نطرح سلة من المقترحات في مساء الأخرى تتعلق بالمعلمين والمجال الصحة والمتفقدين الأخير فهذه السلة اليوم نحن بصدد تشاور حولها وإن شاء الله سنبغل كل جهدنا للتوصل إلى حل في نفس سياق أيضا لجان البرلمان أسقطت أغلب الفصول الخلافية في مشروع الموازنة رفع السر البنكي الإجراءات الجديدة المتعلقة بقطاع المحاماة الضرائب على الشركات هل تعتقدون أن البرلمان مرة أخرى أعيد السؤال ولحى عليه كما يلحى عليه تونسيون عموما البرلمان سيسقط إصلاحاتكم مرة أخرى؟ لا أظن يعني هو رؤية نحن ارتقينا طريقة للإصلاح هناك نواب في البرلمان يراه طريقة أخرى وفي آخر المطاف هو البرلمان أحنا حكومة عندها أغلبية معنا حذيت بأغلبية 167 صوت في البرلمان أكثر أغلبية كانت في الحكومات المتعاقبة وهما يعني ممثلين في حكومة الوحدة الوطنية ونفس الشي يعني نرقاو السيغة بإحنا اليوم ما لسنا ضد الإصلاحات أو النواب ليسوا ضد الإصلاحات أو الكتل البرلمانية هما عندهم بعض النواب وبعض الفصول هذا الكل نحكيه على أقل من خمسة فصول التي وقع إسقاطها يعني في قانون مالية فيها عدد كبير من الفصول وإحنا ما زلنا في نقاش وباقي بشبقة النقاش إلى آخر لحظة الحقيقة ما زال عنا أجل دستوري اللي هو 10 ديسمبر فإن شاء الله ننتجه إلى آخر طب لو استمر الخلاف وهنا لن شخص الموضوع ولكن هل ربما تشعرون أن مستقبلكم السياسي على المحك؟ يعني أحنا وقت لتسلمنا المهمة هذه أنا كنت وزير شؤون محلية في الحكومة السابقة وكنت أعلم معناها حجم الصعوبات بصفة عامة فتسلمنا المسؤولية هذه معناها ما تسلمناها بكل وعي بالصعوبات هذه ولكن هذه واجبنا وما يشمزية معناها هذه استجابة للواجب ومستقبل السياسي غير مهم أمام مصلحة تونس أمام مصلحة هذا الشعب وإحنا نجينا مش نخدم هذا الشعب سيد يوسف الشهد لكن أيضا نجاحكم كوجه شاب في مرحلة انتقالية مرحلة من بناء الديمقراطية التونسية أيضا مهم ورسالة مهمة ماذا ستفعلون لإنجاح هذه التجربة وهذه المسئلة؟ هو أحنا سنفعل كل ما بيوسعنا للنجاح ليس لشخصنا أولا نجحنا إذا نجحنا ونجحت هذه الحكومة هي تونس اللي نجحت هو اليوم يعني تحتفع لقانون المالية ليهو مهم ولكن الأهم هو التشغيل هذا وقعت ثورة في تونس لأجل التشغيل في المناطق الداخلية هناك في تونس إشكال كبير هو العاتلين على العمل حامل الشهادة العليا يعني واحد على ثلاثة من العاتلين على العمل في تونس يحمل الشهادة العليا هذا هو يعني برنامج الأساسي لحكومة الوحدة الوطنية سننطلق لهذا الشباب ونطلقنا الأسبوع الفارض لخلق الشغل يعني كل الإصلاحات نحبوها تهدف لخلق النمو لخلق الثروة لخلق التشغيل اليوم التونسي المواطن في الريف وفي المناطق الداخلية معناها يمكن ينظر إلى قانون المالية ولكن ينظر أكثر يتوقع يستنى في الشغل يستنى في الحكومة باش تقوم بإصلاحات باش تمدله مورد رزق وهذا المهم خاصة لحامل الشهادات العليا فهذه يعني أحنا ماشيين للإصلاحات هذه بغض النظر معناها وفي نجاحنا أيضا نجاح الحكومة هذه هناك رسالة لجيل كامل فكرة أنت الشباب يعني هناك جيل كامل من الشباب في تونس اللي هو أغلبي ولكنه معناها ما يصوتش في الانتخابات وما يشاركش في الحياة السياسية فأيضا عنا يزم نخلقوا جيل سياسي جديد حتى نتهنع لمستقبل تونس واليوم الشباب هذي يزموا يصبح يشارك ويزم يرجع له الثيقة احنا دورنا كحكومة يزم نرجع الثيقة للشباب وأنا تحولت لجهات وكانت هذه رسالتي أنه قادرين باش نرجع الثيقة للشباب هذي وقادرين أن نرجع الأمل ونخلقوا الشغل والتشغيل ليس بصعب يعني يزم هناك عزيمة يزم هناك إيرادة سياسية وأنا نأكد لك أن العزيمة موجودة والإيرادة السياسية موجودة بغض النظر على المستقبل السياسي هذا اليوم وضع في تونس هذا غير مهم بالحقيقة المهم وهي مصلحة البلاد هذي اختصرتم كل هذه الرؤية تقريبا في شعار الشباب التشغيل والجهات من أين ينبغي البدء برأيك؟ شوف هو الثلاثي هذا أنا كنت في ولاية جندوبة الأسبوع الفارض الثلاثي هذا يلخص اليوم الانتظارات العاجلة لأن الشباب اليوم ينتظر في التشغيل يلزم نخرج من شعارات الشباب وبرامج الشباب الفارعة اليوم الشباب ينتظر في التشغيل وخاصة في الجهات الداخلية لماذا؟ لأن الجهات هذه الداخلية يعني عاشت صعوبات منذ عشرات سنوات وهي اللي قامت بالثورة الثورة انطلقت من سيدي بوزيد من قصرين من تالة من قفصة كل هذه المناطق يعني اليوم الدولة يلزمها تقوم بمجهود استثنائي والدستور التونسي يتحدث على التمييز الإيجابي تجاه هذه الجهات فالثلاثي اللي تحدثت عليه اللي هو الجهات والشباب والتشغيل يعني هو بيش يكون في قلب اهتمامات حكومة الوحدة الوطنية وكل مشاريعنا بيش تصب في اتجاه خلق الشباب لأنه هاتي المناطق هي مناطق فيها ثروات طبيعية فيها غابات فيها امكانيات فيها موارد مائية ولكن للأسف تخلفت الدولة لسنين فهناك معناها ضعف التنمية هناك ضعف البنية التحتية ولكن اليوم في انتظار النمو وفي انتظار يلزم الحكومة تنطلق ببرامج شجاعة يلزم معناها نمشي ونخلق التشغيل وأنا كنت في جندوبة يعني سمحني في الكلمة سنتعصف على خلق الشغل وسنخلق التشغيل في جهات الهاتف الشباب تعصف محمود في هذا الإطار سيد يوسف الشهد رغم أن دستور التونسي أقر منذ ثلاث سنوات إلا أن العديد من الهيئات الدستورية لم ترى النور بعد كما أن موعد الانتخابات البلدية يتم تأجيله باستمرار ولسبب غير مفهوم لقطاع كبير من التونسيين متى ستجرى هذه الانتخابات؟ انتخابات البلدية يعني تقريب القانون جاهز هناك فصل خلافي وحيد يخص تصويت الأمنيين هناك بعض الكتل تقرر أنه يجب أن الأمنيين يصوتوا كباقة المواطنين وهناك كتل أخرى تقول ما زلنا غير جاهزين ويجب أن نأي بالمنظومة الأمنية على التجربات السياسية وقع هذا الخلاف في المجلس ونحن كحكومة نريد التسريع بات الانتخابات البلدية إن شاء الله قبل موفى 2017 نجمه انقره تاريخ للانتخابات البلدية لأنه الوضع اليوم هناك أيضا فصل آخر في الدستور أو باب كامل هو البيب السعب الذي يتحدث عن السلطة المحلية واللا مركزية في تونس التي هي مقررة بالدستور ستكون هناك مجالس بلدية ولكن أيضا مجالس جهوية منتخبة وأقليم هذا يتحدث عليه الدستور التونسي فتأخرنا فعلا في هذا واليوم مطالبين أنه يقع توافق سياسي حول قانون الانتخابات لننطلق في تحديد تاريخ في أسرع الأجال إن شاء الله في 2017 نحاول أن نغطي أكثر ما يمكن من المواضيع ولكن الوقت يضيق علينا للأسف ولكن لن أمر على نقطة مهمة وموضوع مهم وهو ما عرف ويعرف بالعدالة الانتقالية لوح ذا غيابكم عن جلسات الاستماع رغم مقيل عن هذه الجلسات من أنها حدث تاريخي في مسار الديمقراطية والمصالحة في تونس تغيبتم مثل الرئاسات الثلاث هل كان بالتنسيق؟ لماذا تغيبتم؟ أنا مسؤول كان على نفسي أولاً مسألة العدالة الانتقالية أولاً نؤمن بالعدالة الانتقالية وندعم مسار العدالة الانتقالية والعدالة الانتقالية تأخرت في تونس يعني الثورة صارت منذ أكثر من خمس سنوات وللأسف انطلقت متأخرة العدالة الانتقالية وهذا يمكن يمس نوعاً ما من مصدقية في بعض شرائح الشعب التونسي ندعم المسار هذا ولكن نقطة غيابي اليوم لأنه كنت في المغرب وكان هناك منقشة قانون المالية يوم الجمعة وأنا كنت استقبلت رئيسة الهيئة وأعلمت أنه سأكون لن أكون قادراً على الحضور في هذا اليوم ولكن تجاوز هذا مسألة الحضور وغير الحضور يعني في مسألة العدالة الانتقالية يواجب التنسيق أكثر لأنه اليوم الهيئة مستقلة وتشتغل في استقلال شبه تام عن الحكومة ولكن أنا أعتقد أنه يجب التنسيق أكثر حتى تكون الحكومة يعني مشاركة في هذا المسار لأن الحكومة مهتمة أيضاً ولو أنه هيئة يمكن مستقلة هل تدعمون هذه الجلسات؟ من حيث المبدأ وطريقة التنفيذ؟ أحنا معناها إذا صح القول للتحافظ الوحيد أنه لم يقع تشريكنا في هذا يعني معناها جاتنا دعوة كباقي المدعوي بينما الحال أنه أحنا حكومة لكن هيئة مستقلة هي هيئة مستقلة ولكن أحنا أيضاً ننعت الميزانية وبالمناسبة أحنا وفرنا المقر اللي صار فيها يعني كان هناك مسألة لوجستية وأنا مكنت الدخل لأمكن الهيئة من مقر يعني يمكن من هذه الجلسات يعني في المبدأ لسنا ضد هذا المبدأ يعني هذا تحفظكم الوحيد على هو يعني أحنا عمنا ثلاثة أشهر يعني لم يكن هناك تنسيق بالكافي يعني أنا في ثلاثة أشهر يعني كان هناك لقاء وحيد مع الرئيس الهيئة قبل أسبوعين من الجلسات وأعلمت أني للأسف في هذا التاريخ لن أكون يستحيل علي الحضور ولكن في المستقبل يعني ما زالت الجلسات وما زالت العدلة الانتقالية ليست معناها جلستين يمروا في التلفاز فقط هذا ما صار كامل هذا معناها يجب تشريك أكثر معناها حتى المجتمع المدني حتى التحفظات التي برزت في الساحة السياسية التونسية هناك يعني نقص في التشريك وانفتاح أو المكونات أخرى هما ستستفيد الهيئة من كل الملاحظات التي وصلت بالعودة إلى استحقاق الانتخابات البلدية هناك من يرى أن تأخيرها المستمر يعود ربما إلى عدم جهوزية حزب نداء تونس الذي عصفت به خلافات كثيرة في الفترة الأخيرة كيف ترد؟ تقنيا ما نعني إذا نرجع للقانون الانتخابي ليس صحيح كما قلت قانون الانتخابي معطل لمسألة تصويت الأمنيين مسألة جاهزية نداء تونس نقول غير صحيح نداء تونس يبقى في صبر الأراء أو الحزب في تونس قواعد نداء تونس موجودة نتنقل في الجهات ونعرف أنه هناك قواعد موجودة لأنه ما زالوا يأمنوا بهذا المشروع هناك أزمة في القيادة فعلا هناك أن الحزب هذية انتقل بسرعة كبرى كان حزب معارض إلى حزب في السلطة ومطالب ببناء برامج ومقترحات إلى خيره هذا كان هناك صعوبة وأيضا هناك أزمة قيادة بعد انتقال الرئيس المؤسس للحزب إلى قصر قرتاش فكان هناك فراخ وهذه اليوم الأزمة الموجودة في تونس لكن أنا على الأقل إذا أمكن أن أعطي رأيي أنه ما يزمش أنه تعطل انتخابات البلدية من أجل معناه عدم جاهزين هذا الحزب أو ذلك الحزب يعني انتخابات البلدية ضرورية اليوم لتونس أخيرا كواجه الشاب رئيس لثامن حكومة تونسية منذ الثورة بخلفية علمية ومهنية مختلفة ماذا تحمل التونسيين كلمسة جديدة ومختلفة في التعاطي مع قضاياهم وطريقة الحوار والتواصل مع التونسيين يعني فعلا هذا هو المهم هذا يجب الإضافة تكون في هذا المستوى هو كما قلت يعني المراهنة على الشباب يلزم يكون وراءها هدف بعيد المدى ومتواصل المدى في خلق وبروز جيل سياسي جديد اليوم الشباب مغيب على الساحة السياسية ليس هناك شباب في المنابر الحوارية وفي الأحزاب السياسية نسبة الإخيرات الشباب ضعيفة جدا فاليوم حكومة شابة هو تتجاوز شخصي لأنه حتى أعضاء الحكومة والفريق الويزاري معناها شاب معدل العمار لا يتجاوز يعني 47 أو 48 سنة يبقى شاب في السياسيين يلزم هذا يكون عنده تأثير على الشباب باش ينخرط في الحياة السياسية لأنه حاشنا نضمنه مستقبل تونس وتونس عاشت فراغ سياسي مدة معناها 23 سنة ثم انتقلنا فشأة واليوم مطالبين ببناء جيل سياسي جديد جيل معناها يأمن بمبادل ديمقراطية ويضمن مستقبل هذه البلاد لأنه معناها احنا لكلنا مارين مراحل يلزم اليوم التجربة هذه الجديدة في تونس حكومة شابة يكون عندها تداعيات وتشرك الشباب وتغرموا في العمل السياسي والعمل لمصلحة تونس حال سعيد ونرجو لك التوفيق شكرا جزيلا لك سيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة الوحدة الوطنية تونسية على هذا الحديث ومشاهدين شكرا لمتابعتكم هذه تحية لكم أينما كنتم إلى اللقاء اشتركوا في القناة